هسه طلاب ننتقل الى البداية الحقيقية للفصل الثالث بس خلنا ذاك راكب شغله بالفصل الاول سمينا فرق الجهد باوا بالفصل الاول فرق الجهد سمينا بالفصل الاول دلتافي بالفصل الثاني سمينا اي موشن اي اندكشن اي ماكس اي انست وغيرها وصلنا فصل ثالث اسمي ذي منو وصلت فصل ثالث شاسمي فرق الجهد برا نزفي هاي معلومة اليك بالفصل الثاني سألتك سؤال قلتلك ماذا ينتج عن دوران ملف مولد مساحة اللفة الواحدة اي وبسرعة زاوية اوميغا داخل مجال مغناطيسي منتظم جاوب اثني تتولد تتولد قوة دافعة كهربائية محتثانية تعطاها بالعلاقة اي انست تساوي اي ماكس ساين الاوميغا تي هاي بالفصل الثاني جاوب اثنية شوف انا بداية انطلاقتي بالفصل الثالث شو هاقول لك احطيك ملاحظة اقول لك عند دوران ملف مولد داخل مجال مغناطيسي هذا فصل ثالث لما اني دور ملف مولد داخل مجال مغناطيسي لا قلتلك مثل بالفصل الثاني قلتلك مساحة اللفة الواحدة اي وبسرعة زاوية منتظم هنا انا قلتلك ماذا انتج عند دوران ملف بس ش راح تجاوبني تتولد علاقة للفولتية في يساوي في ام ساين الاوميغا تي علاقة للفولتية المتناوبة فولتية متناوبة يلا انتبهوا اياي بداية الفصل الثالث اشتقلتك قلتلك عند دوران ملف مولد داخل مجال مغناطيسي بداية الفصل قللك ملف مولد دار داخل مجال مغناطيسي شو تولد اللي ديت تولدت عدي علاقة للفولتية المتناوبة هذا الفي اسمه شنوه فولتية آنية ذي انت شنوه فولتية عظمى ساين الاوميغا تي زاوية طاور وهسر عفهمك عليها بالجايات يلا عنده دوران مولد داخل مجال مغناطيسي مو مثل الفصل الثاني لما نقلتلك داخل مجال مغناطيسي و بسرعة زاوية منتظمها وغير وغير لا قلتلك بس شنو دوران مولد داخل مجال مغناطيسي شنو علاقة الفولتية شن هي علاقة الفولتية خلسة معاك V يساوي VM ساين الأوميغا تي شنو علاقة الفولتية V يساوي VM ساين الأوميغا تي بالفصل الثاني شتش تقول ENS يساوي E-MAX ساين الأوميغا تي ترى نفس العلاقة بس بدلنا الرموز ENS V E-MAX VM وساين الأوميغا تي نزلت استاد شلو نفرق بالفصل الثاني كان شي يقول لك لفة واحدة وبسرعة زاوية منتظمة لا هنا أنا بس دوران ملف مولد داخل مجال مغنى عضيسي شتتولد علاقة الفولتية المكان البي الفولتية لازم شنو بي بي تيار بما أنه تولدت علاقة الفولتية شتتولد علاقة للتيار I يساوي I-M ساين الأوميغا تي تبه وياي بما أنه تولدت علاقة الفولتية شتولدت وياها علاقة للتيار الآي شنو تيار آني I-M شنو تيار أعظم ساين الأوميغا تي شنو زاوية باور يلا عيد لك بما أنه دار ملف المولد لمن المولد يدور داخل مجال مغناطيسي شتتولد علاقتين للفولتية والتيار علاقة الفولتية متناوبة وتيار متناوب شتولد عليهم جد مهمات هاي العلاقتين جد راح تفيدك بالحل Genere نتبه وياي شنو علاقة الفولتية المتناوبة V يساوي V M ساين الأوميغا تي شنو علاقة تيارة متناوب I يساوي I M سين الأوميغا T شو نحفظت لهم بالمحاد خليتهم عشر مرات يعيدوها انت سوقف الفيديو وعيدن عشر مرات علاقة الفولتية V يساوي V M سين الأوميغا T علاقة التيار I يساوي I M سين الأوميغا T كل ازيان بعد ما عرفت علاقة الفولتية وعلاقة التيار تعال اردسي لك سؤال واريدك الذكاء اكيد جاوب سؤال متى تكون او يكون نفس الشي V تساوي V M يعني الفولتية الآنية تساوي الفولتية العظمة والتيار يساوي التيار الأعظم يعني شو وقت هالفولتية تساوي الفولتية العظمة وشو وقت هادا التيار يساوي التيار الأعظم تتذكر انت بالرياضيات باي على اثنين ايش قد يساوي تسعين طبعا احنا رح ناخد الدرجات الستينية كلها اذا باي على ثنين يعني شقد تسعين لان الباي شقد قيمتها قيمتها مية وثمانين زيان هسا انا رح اسألك سؤال اش وقت الفي يساوي الفي ام والاي يساوي اي ام تدرشي تجاوب تقول عندما زاوية الطاور اللي هي اوميغا تيش تساوي لك باي على ثنين اذا زاوية فرق الطاور ساوت لباي على ثنين يعني الال في يساوي في ام والاي يساوي اي ام استاد شلون باع انتبع علي الباي على ثنين يعني شقد يعني تسعين وساين التسعين شقد يساوي واحد استاد مثل ليها مدافته اوكي خلي اخذلك واحدة من العلاقات علاقة الفولتية اش وقت الفولتية يساوي للفولتية العظمى لمن اوميغا تي تساوي تسعين استاد مثل ليها على علاقة تعال اتا مو علاقتك تقول في تساوي في ام ساين الاوميغا تي انا ابدأ الاوميغا تيش راح اعوض باي على ثنين اذن في يساوي في ام ساين البي على ثين شقد واحد اصل اصلا تسعين او ساين تسعين شقد واحد اذن في يساوي لي في ام ونفس الشي تنطبق علي من على علاقة التيار اذن شنه علاقة التيار الفولتية المتناوبة باي. في يساوي في ام سايني الاوميغا تي. شنو علاقة التيار المتناوب اي يساوي اي ام سايني الاوميغا تي. زي يعني شوقت الفولتية ساوي للفولتية العظماء. والتيار ساوي للتيار الاعظم. عندما زاوية فرقة الطور. تساوي باي على اثنين. تعال انتبهوا يا حبيبي. هسا تحفظت للعلاقتين. تعال عيني مصورنا نجيب الكاميرا. تعال انتبهوا البياني للأهم. تعال تعال. تعال. راح نرسم. راح ارسم لك الاحداثيات. تعرف انت الاحداثيات مو. هذا واي. محور واي. وهذا المحور الاكس. من دار ملف المولش تولدت عدي علاقتيان. هاي علاقة التيار. هذا البلاسود التيار. وهذا البلاحمر اللي هو الفولتية. يلا انتبهوا يعني. من دار ملف نوات المولش تولدت علاقتين للتيار والفولتية. اثنين هاتين راح اخليهن وين? بالمحور واي. البلاحمر اسميه مقدار الفولتية. البلاسود شاسميه مقدار التيار. هاي العلاقتين وين خليتين على محور واي. كل علاقة من هاي العلاقات. اش راح يصنع لي? راح يصنع لي متجه طور. هذا الفولتية سرعة متجه طور. والتيار الصنع. صنع متجه طور. اذا هذا شاسمي? متجه طور. للتيار. هذا شاسمي? متجه طور. للفولتية. اذا متولدت عدي علاقتين. كل الثيرات اللي خليتين وين? على محور واي. كل علاقة من عدن الصنعات. صنعات متجه طور. واحدة للتيارة واحدة للفولتية. زين شين هو متجه الطور? متجه طور هو متجه يبدأ من نقطة الاصل ويدور باتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة. يعني يدورونه بهاي الصورة بها انتبع عليه. يدورونه بهاي الصورة الثيناتهم. يلا عيد لك. متولدت عدي علاقة للتيارة وعلاقة للفولتية. الثيناتين وين خليتين? على محور واي. كل وحدة من عدن الصنع لي متجه طور. متجه الطور شنو? يدور باتجاه معاكس لعقارب الساعة. اذن بعد ما اعرفت هاي المتجهات. هس اجي اقول لك شنو يا مميزات متجه الطور هذا اللي يدور عكس عقارب الساعة. اذن مميزات متجه الطور. لاني اريدك تفهمن وتحفظن. لانه انه اسس لفهم الدوار القادمة. دوار التيارة متناوب تعتمد وين? على متجه الطور. اذن مميزات متجه الطور. اولا طول متجه الطور للتيار والفولتية يمثل المقدار الاعظم للتيار والفولتية. تبع عليه. اولا طول متجه الطور. هذا طول متجه الطور. ما التيار والفولتية شنو? يمثل المقدار الاعظم للتيار والفولتية. مثلا مثلا مثال. قلت لك جدء المقدار الاعظم للتيار اي ماكس. والمقدار الاعظم للفولتية فيماكس. اذا كان طول متجه الطيار هذا ما للتيار اربعة متر. وطول المتجه الفولتية خمسة متر. هذا ما ليش ما للتيار وهذا ما ليش ما الفولتية. انا عندي معلومة شو تقول طول المتجه هو المقدار الاعظم. اذا المقدار الاعظم ما للتيار اربعة امبير. والمقدار الاعظم ما الفولتية في ام شقيد خمسة فولت. ليش? لانه طول المتجه هو المقدار الاعظم. يعني اشقال ما كان طول المنتجه اشقال اشقال ما كان هو نفس المقدار الاعظم. نقطة رقم واحد. طول متجه الطور يمثل طول متجه الطور للتيار والفولتية يمثل المقدار الاعظم للتيار والفولتية. يلا انتبهوا يعني نقطة رقم اثنين مسقط رأس المتجهات المحور الشمالي واي يعني شنو مسقط رأس المتجهات أصل المتجهات وين للمحور الشمالي واي يعني شون ما انا يسيلك اقولك تمين أصلك اتقولي انا أصلي من العمارة أصلي من الموصل أصلي من تكريت وين يرجع أصلك اتا مين يرجع أصلك من فلان محافظة هذا بنتجهات طور وين يرجع أصلك للمحور الشمالي واي الثلاثة عند بدء الحركة تي يساوي صفر أكيد من يبدون بالحركة إذا الزمن شقد صفر لما تريد تبدي تمشي شنو صفر تي يساوي صفر إذا تطابق المتجهان زاوية فرق الطور صفر زين هي شنوية زاوية فرق الطور تعال فهمك عليها زاوية فرق الطور هي الزاوية المحصورة بين متجهة طور الفولتير ومتجهة طور للتيار هاي زاوية فرق الطور واضح؟ زين هنا أنا متطابقين ماكو زاوية فرق الطور بما أنه متطابقين ماكو زاوية فرق الطور زين زاوية فرق الطور شنو؟ زاوية محصورة بين متجهة طور للفولتير ومتجهة الطور للتيار زين تعال انتبه صارت عندك أوميغا تي هي شنو زاوية طور وصار عندك فاي شنو هي زاوية فرق طور اثنين هاتوم دنيا اثنين هاتوم يقاسون بالدرجات الستينية اللي هي شنو رات اذن زاوية فرق الطور شنو زاوية محصورة بين متجهة طور للفولتير ومتجهة طور للتيار زين هنا دام الطابق المتجهان اذا اش قد يساوي فرق الطور صفر خمسة شوف انتبهوا يا ايه خمسة اذا لن يتطابق المتجهان يعني باعثينا ثم يطابقون تتولى زاوية فرق الطور يلا عيد لك يا اهل اولا طول متجهة الطور للتيار والفولتير يمثل المقدار الاعظم للتيار والفولتير اش قد ما كان طول المتجهة ترى هو المقدار الاعظم اثنين مصقة رئيس المتجهات المحور الشمالي واي ثلاثة عند بدء الحركة يساوي صفر اربعة اذا تطابق المتجهان زاوية فرق الطور اش قد تساوي لي صفر تبع علي خمسة اذا لم يتطابق المتجهان اذا لم يتطابق المتجهان تتولى زاوية فرق طور ستة والاخيرة اتبهوا اياي شوية اتبهوا اياي بالستة الاخيرة هاي نقطة رقم ستة والاخيرة شو يقول لك يقول لك تكون زاوية فرق الطور موجبة فرق الطور موجبة اذا الفولتية تسبق التيار يعني يعني عبر الفولتية فرق الطور موجبة تكون فرق الطور سالبة اذا التيار يسبق الفولتية جتي كثرة من مرة بشكل اختيارات وزارية اذا التيار قبل الفولتية شنو فرق الطاور سالبة اذا الفولتية قبل التيار فرق الطاور شنو موجبة يلا انتبهوا يا ولد عند دوران ملف نواة المولد راح تتولد لعلاقة للتيار i i يساوي i m سين الاميجا تي و v يساوي v m سين الاميجا تي علاقتين للفولتية و للتيار هاي العلاقتين اخليين وين على محور وي كل واحد من عدو مش راح يصناح متجه طاور للتيار و للفولتية يدوران باتجاه معاكس دوران عقارب الساعة اذا ما هي مميزات هاي المتجهات اولا طول متجه طاور يمثل المقدار الاعظم للفولتية و للتيار اشقد ما كان طول متجه طاور تراول المقدار الاعظم اثنيا مسقط رئيس المتجهات هاي المتجهات وين اصلهم المحور الشمالي واي ثلاثة عند بدء الحركة تيو ساوي صفر اربعة اذا تطابق المتجهان زاوية فرق الطاور صفر زيان خمسة اذا لم يتطابق المتجهان شلون هذا ما يتطابقين راح تتولد لفرق طاور ستة واخير شي شي يقول الفولتية تسبق التيار فرق الطاور وموجبة التيار يسبق الفولتية فرق الطاور سالبة وانا مثل ما قلت لك فرق الطاور زاوية الطاور شنو زاوية الطاور اللي هي اوميغا تي زاوية فرق الطاور شنو فاي اثنين اوتو ميقاسون بالدرجات الستينية اللي هي شنية رات هذا الموضوع الاول هذا الموضوع الاول بالنسبة للفصل الثالث انا انطيتك البداية ما للتيارة المتناو وانطيتك اه متجهة طاور اريدك تحفظ ليها تركيز بيها حتى ندخل باول دائرة من دوائر التيارة المتناو لانا تخلص المحاضرة الاولى